موسيقى أبدأ مداخلتي اليوم باعتراف صراحة ترددت كثيرا بأية لغة أقدم هذه المداخلة ذلك أنني كنت قد حضرت الملخص بالفرنسية لأنني أعتدت دائما ومنذ أيام دراستي في فرنسا أن أتطرق إلى مسائل وإشكاليات الإسلام باللغة الفرنسية وربما ميلي إلى هذه اللغة نابع من شعور عميق بأن ما هو مسموح بالفرنسية قد لا يكون دائما مسموحا باللغة العربية التي هي بالنسبة لي ليست فقط لغة الأم بل هي لغة أعشقها جدا ولغة أحسن التعبير فيها لكن كل كتاباتي ومحاضراتي حول إشكاليات الإسلام أكانت في أوروبا أو في الدول العربية كانت كلها تجري باللغة الفرنسية وكنت كأنني كنت أحتمي بهذه اللغة فهي التي كانت تعطيني هذا الشعور بالحرية عند التفكير والتعبير عن أبحاثي واعتقاضاتي المرتبطة بشكل عام بفكر الإسلام المعاصر لكننا اليوم نحتفل بالعيد الخامس لوثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها كل من البابا فرنسيس الأول وشيخ الأزهر الأكبر الإمام أحمد الطيب في إمارة أبوظوي وهذه الوثيقة تتحدث عن الأخوة الإنسانية طبعا ولكنها أيضا تتحدث وتشدد على حرية الفكر والاعتقاض وعليه قلت في نفسي ربما يمكنني للمرة الأولى أن أتشجع وأعبر عن قلصاتي وأفكاري باللغة العربية التي أعشقها ويقيني وهذا يقين مقتنع به جدا أن التجديد الحقيقي الذي سيطال منظومة الفكر العربي أن حصل أيضا باللغة العربية فأن وقعه سيكون أفعل وأسرع بعد هذا الاعتراف أدخل إلى موضوعي الذي سأتشاركه معكم اليوم ليس أبدا من السهل إدراك التحولات التاريخية المحورية ولسيما إن كنا لا نزال في خضم هذه التحولات ننظر إليها من الداخل من دون أن يكون لدينا دائما الفرصة لأن ننظر إلى هذه الأحداث من الخارج لكن المراقبة اليومية الحثيثة لما جرى في دول ومجتمعات الفضاء العربي تدلنا أن هناك متغير غير مسبوق يطال البنى الفكرية ذكر بعض منها الآن زميل العزيز وائل وإذا انطلقنا من مبدأ أن الأفكار هي التي تقود العالم فأنه يمكننا القول أننا بدأنا في هذا الفضاء العربي نشهد تغيرا فكريا وثقافيا لافتا قد يفضي بحال السماح له طبعا بالسيرورة إلى تفاعل جدلي مع كل أوجه الحياة العربية من اجتماعي وسياسي وقانوني ودستوري وتربوي كنت أنوي في هذه المداخلة أن أعرض لخطين متلازمين لهذا التغير خط ذات طابع مؤسساتي وخط ذات طابع فردي كما ذكر صديقي وائل إلا أنه لديق الوقت سأكتفي فقط بالخط المؤسساتي الذي تقوده مؤسسات دينية على المستوى الإقليمي والعالمي كانت باكورته وثيقة الأخوة الإنسانية التي نحتفل اليوم بعيدها الخامس وأعيدكم أنه عند نشر أعمال المؤتمر سيكون هناك أيضا عرض للخط التغير في الخط الفكري على مستوى الأفراد وسأخذ بالتحديد مفكرين ليبراليين وائل جمال بنا كان يعتبر نفسه مفكر إسلامي ليبرالي ومفكر آخر هو نصر حامد أبو زيد قبل أن أدخل في نقاش مسألة الأخوة زهرة في الوثيقة وفي وصائق أخرى يهمني أن أعرض أو أستعيد معكم الصدمة التي عشناها في منطقة أو في الفضاء العربي أقله منذ العام 2010 وهذا أمر لمح إليه وائل بالحقيقة لم يكن أمرا عاديا ما تعرضت له مجتمعات الفضاء العربي لا سيما بعد زخات مطر ما عرف بالربيع العربي صحيح أن ما قبل 2010 لم يكن وردية مرحلة ما قبل العام 2010 لم تكن وردية غير أن ما حصل بعد العام 2010 وضع هذه المجتمعات أمام مشهد مستجد ويومي وأنا عشت ذلك كنت في آخر أيام الفرنسية وعدت في العام 2012 إلى بيروت وتبعنا ذلك يوميا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر شاشات التلفزة بالمباشر مشهد مستجد ويومي من الهلع والرعب صدقوني كنائس بشكل يومي كنائس ومساجد إما تفجر أو تدمر فيها النيران في مصر لبنان سوريا العراق مدن بكاملها تدمر في سوريا والعراق واليمن بشكل وحشي تعيدك إلى صور من دمار الحرب العالمية الثانية أعناق تقطع أشخاص يعدمون على شطأ ليبيا بدم بارد أناس يتم إنزالهم من شاحناتهم أو سياراتهم ليسألوا عن الفارق ما بين هذه الصلاة وتلك الصلاة بحيث تقف حياتهم عند الإجابة على هذا السؤال بيوت يتم احتلالها في الموصل ووسمها بحرف نون إشارة إلى مالكيها النصارى قرى يتم احتلالها في تدمر وجوارها وإعادة فرض الجزية عليها بحجة أن سكانها من المسيحيين قتال وحروب ما بين مجموعات سنية وشعية وعلوية في العراق وسوريا ولبنان عمليات انتحارية في كل مكان نزوح بشري بالملايين هجرة بالقوارب في مياه الموت باتجاه أوروبا تفكك دول بأكملها في لبنان وليبيا والعراق وسوريا واليمن وبالكاد مصر أنقذت نفسها وبالكاد وهذا التفكك كان يجري ولا يزال يجري لأسباب عديدة طبعا أنما السبب الأساسي برأيي لأن أهل هذه البلدان وهذه المجتمعات غير قادرين على تجديد وتطوير عقدهم الاجتماعي طبعا كل ما حصل من هذه الصور المروعة التي حاولت أعرضها الآن كان لأسباب عديدة من طابع جيوبوليتيكي ونفطي وأقتصادي وثقافي طبعا لكن ما لا يجب أيضا أن نحيد الطرف عنه هو العامل الديني الذي كان يغزي الصراعات ويجعلها أكثر دموية وراديكالية لا أستعد هذه الصور المرعبة من عبث إنما لندرك أن ما مرت به مجتمعات الفضاء العربي ولتزال حتى اليوم تمر به كان جذريا وكان دافعا لتغير ما ويجب أن نعي أن ما جرى من إعادة التفكر بمنظومتنا الفكرية والذي يتجسد في مصار الأخوة الإنسانية إنما جاء للرد على هذه المعاناة التي حاولت أن أعرضها عليكم اليوم معاناة عشتها كل مجتمعات الفضاء العربي حتى أنه يمكنني القول أنه لو لم يحصل شيئا من هذا الحراك الفكري الديني بغض النظر طبعا عن تقييمنا له لكان يمكنني القول أن هذه المجتمعات بلغت مرحلة الموت السريري أدخل إلى بعض الوثائق التي كانت عززت مصار الأخوة الإنسانية التي نحتفل اليوم بوثيقتها قد يكون هذا الإطار الذي عرضته آنفا ما دفع بأحد أعرق مؤسسات الإسلام وهو الأزهر الشريف للتحرك لمحاولة الإجابة عن هذه المعاناة التي تعيشها المجتمعات الناطقة بالعربية وذات الغالبية المسلمة ولسيما أن هذه المعاناة ترافقت مع تشوهات أصابت الدين المسلم أو الإسلام نتيجة الممارسات التي قامت بها المجموعات الإسلامية على أنواعها كان لافتا جدا في العام 2017 عقد مؤتمر في الأزهر في أذار 2017 تم عقد مؤتمرا في الأزهر وكان ذلك إثر سلسلة من الإعلانات والوثائق التي بدأ بإعلانها الأزهر منذ العام 2011 أذكر منها مثلا بيان حول دعم إرادة الشعوب العربية 2011 شرعة حول مستقبل مصر في أيلول 2011 وثيقة الأزهر حول منظومة الحريات الأساسية في كانون الثاني 2012 وعلى أثرها كان هذا المؤتمر في 2016 سأعود نعم إذن كان هذا المؤتمر في القاهرة وهو ضم مسيحيين ومسلمين من عدد من دول العربية وعلى أثره تم إطلاق الإعلان ما صلح على تسميته بإعلان الأزهر للمواطنة والعيش المشترك وتم التأكيد فيه على نقاط عديدة سأحاول أن ألقصها في أربعة محاور المحور الأول هو الانطلاق والتأكيد على أن المواطنة مصطلح أصير في الإسلام وأنه ليس مصطلحا مستوردا مشكلتنا في مجتمعات الفضاء العربي أنه كلما تكلمنا أو تطرقنا إلى أحد مفاهيم الحداثة أكان العلمانية أكان الأخوة أكان المساواة أكان الديمقراطية أكان الحريات العامة أو حرية الضمير والمواطنة نتهم دائما بأنكم أنتم المفكرون الليبراليون تأتون بحلول مستوردة من الغرب وهذه الحلول المستوردة لا تناسبنا نحن المجتمعات الشرقية نحن شيء آخر كوكب آخر هذا ما يقولون دائما فأتت هذه الوثقة والحمد لله أنها أتت لتقول لا المواطنة هي مفهوم أصيل في الإسلام والأهم أنها أعطت تعريفا دقيقا لهذا المصطلح الذي هو عقد بين المواطنين وليس عقدا بين الجماعات نحن في مجتمع أعطيكم مثلا في لبنان لدينا مطاق وطني في العام 1943 إنما هو مطاق بين جماعات دينية حول كيفية إدارة البلد وإدارة السلطة هنا نتكلم عن مبدأ مواطنة يقوم على عقد بين مواطنين كنترى أنتسيطوية وتربط هذه الوثيقة وثيقة الأزهر المواطنة مع المساواة ومع التعددية إذن نحن نتكلم عن مواطنة حاضنة للتعددية مواطنة جامعة حيث الكل متساوي نما هي أيضا تحتمل التنوعات والتعددية المجتمعية الموجودة المحور الثاني وهو مهم جدا هو محور الدولة الوطنية الدستورية وأيضا تترق لها عزيزي وائل حيث لا هناك داخل هذه الدولة الوطنية الدستورية ليس هناك لا من أغلبيات ولا من أقليات هناك مواطنين وما أهمية الدولة الوطنية الدستورية برأيه أهمية هذا المصطلح أنه وأخيرا يميز ما بين انتماءاتنا في المجتمعات العربية إحدى المشكلات الأساسية في المجتمعات العربية أننا لا نعرف أن نميز إلى ماذا ننتمي هل ننتمي إلى الأمة الإسلامية هل ننتمي إلى الأمة العربية هل أنتمي إلى لبنان إلى سوريا إلى من أنتمي ما هو انتماء السياسي الأساسي إذن أتت هذه الوثيقة التي تقول الانتماء السياسي هو للدولة الوطنية هو للوطن هو للبنان هو لمصر لدولة مصر لدولة لبنان لدولة سوريا للإمارات العربية المتحدة هذا هو الولاء السياسي هل الآن إذا كان هناك من ولاءات أخرى روحية قد تكون للأمة الإسلامية قد تكون للكنيسة الكاثوليكية ولاء الروحي قد تكون للبطرياك الأرثوذوكسي إنما الولاء السياسي هو للدولة الوطنية للوطن هذا مهم شدد المحور الثالث إدانة كل أشكال الإرهاب وكل أشكال العنف ويقرن هذا الأمر بإعادة يسميها هنا مراجعة وتصحيح وتأهيل وتأصيل إذن عودة إلى التراث ومراجعة التراث وهذا أمر برأيي أمر يعطينا الكثير من الأمل بتجديد منظومتنا الفكرية وطبعا المحور الرابع الذي يقوم على الأخوة الإنسانية حيث يقول أن المجتمعين هنا في القاهرة في الأزهر مسلمين ومسيحيين يجددون عهود أخوتهم ورفضهم أي محاولات من شأنها التفرقة فيما بينهم سرعان ما لاقى هذا الأعلان في الأزهر ما لاقى صدا في لبنان وكما كنت قد ذكرت كان هناك عدد من المشاركين في مؤتمر الأزهر من لبنانيين مسيحيين ومسلمين طبعا بعد المؤتمر عادوا إلى لبنان وأقنعوا البطريارك الباروني بارب شارة بطرس الراعي أنه يجب ملاقات الأزهر في وثيقته وفي هذا المسار الذي يطلقه وفعلا بعد خمسة أشهر من إعلان وثيقة الأزهر في أذار 2017 تم تنظيم مؤتمر في دير وجامعة سيدة الويزي في جبل لبنان بالخرب من بيروت برعاية البطريارك الباروني مارب شارة بطرس الراعي وكانت كلمة الافتتاح البطريارك للقول بأننا هنا لندعم إعلان الأزهر إذا الأزهر مد إيدو نحن سنناقي مد اليد ندعم الأزهر ونريد أيضا أن نضيف إلى هذا المسار الخبرة اللبنانية بالتعايش إذن هذا كان المدخل الذي رعى من خلاله البطريارك هذا المؤتمر وكان هناك يجب القول أن هناك شخصيات مسلمة ومسيحية كان هناك ناشطين في الحوار الإسلامي المسيحي كان هناك أكاديميين كان هناك ممثلين عن كل الطوائف اللبنانية مسلمة ومسيحية وتم إعلان أيضا وثيقة عن هذا المؤتمر مؤتمر الويزي سألخصه بثلاثة محاور بشكل سريع المحور الأول هو الترحيب والتأييد هنا طبعا أأخذها كما هي من الوثيقة الترحيب والتأييد لإعلان الأزهر الشريف باعتباره دعوة مخلصة وصادقة من جانب كبرى المؤسسات الدينية العربية والإسلامية لشراكة كاملة في كل بلد عربي لإقامة الدولة الوطنية الدستورية ويضيفون إليها المدنية التي تميز بين الدين والدولة وتكون قائمة على المساواة بين أفراد الوطن الواحد وتعزز التنوع والتعددية الثقافية والدينية وتستبدل لفظتي الأغلبية والأقلية بمفهوم ومصطلح المواطنة إذن ملاقات لوثيقة الأزهر بمبدأ المواطنة الحاضلة للتعددية الدولة الوطنية الدستورية المدنية التي تميز ما بين الدين والدولة إذن هذه الأمور لم نكن نسمع كثيرا في هذا الحوار الديني أو هذه الملاقات ما بين المؤسسات الدينية مسيحية ومسلمة المحور الآخر يتمحور حول نشر السلام بين الأمم على أساس الأخوة والمحبة والمودة بين البشر إذن نستعيد هنا أيضا مفهوم الأخوة والمحور الثالث حيث يعلن المجتمعون عن إرادتهم في التوجه إلى الفاتيكان وإلى المؤسسات الدينية العالمية مسيحية ومسلمة لدعم هذا المصار من تعزيز اللقاء والأخوة والعيش المشترك وهنا بما أنني أتكلم عن الديناميكية اللبنانية التي حاولت أن تلاقي ديناميكية الأزهر كان لابد لي أن أتطرق إلى مؤتمر حصل أيضا في بيروت عامين قبل 2017 أي في حزيران 2015 وقد نظمته ولهذا أعطيته الأهمية صراحة جمعية المقاصد الإسلامية في لبنان وجمعية المقاصد الإسلامية هي جمعية عابرة للمناطق اللبنانية لديها شبكة كبيرة من المدارس في لبنان وتتعاطى طبعا بالشأن العام وقد نظمت إذن مؤتمر حضر فيه قسم كبير من الأكاديميين والناشطين بالحوال الإسلام المسيحي والأكاديميين المتخصصين بالفكر الإسلامي ومنهم حضر ثلاثة منهم هم الأساتذة هشام ناشيبي محمد السماك والأستاذ ردوان السيد الذي كان معنا البريحة وقد خرج هؤلاء بوثيقة برأيي الخاص من دون أن أحاول أن أقيم إنما يمكن أن تعتبر نوع من ثورة في الفكر الإسلامي المعاصر ولماذا أقول هذا الأمر؟ بداية ترفض هذه الوثيقة كل أشكال الاستغلال للدين بهدف قتل الإنسان وحرمانه من كرمته الإنسانية رفض كل أشكال العنف الديني التأكيد على طبيعة الإسلام بما هو من دين وسطي معتدل متنور ومتسامح التشديد على العيش الوطن المشرك الحر والمدني والمتطور وهنا المهم حيث يتطرقون إلى حرية العقيدة والعبادة والتعليم يقولون وبالحرف أقتبس الإيمان الديني اختيار حر وهو قرار يعود للإنسان بذاته وهذا حق من حقوق الإنسان ويضيفون إلى ذلك التأكيد على كرامة الإنسان وأساس هذه الكرامة قائم على العقل على العقل وحريته العقل ريزون ريزون وحرية هذا العقل في اختيار الاعتقاد والرأي والتعبير وأن هذا الإنسان وحده هو مسؤول أمام الله فيما خص خياره جيد ولا يحق لأحد أن يكفر هذا الإنسان أو يضطهده أن يميزه طبعا نضيف إلى هذه المفاهيم إقران المواطنة بالتعددية بالحق بالاختلاف بالحق بالتعدد بالحق بالمشاركة السياسية بالإعلان بالإعلان أن الدين لا ينص ولا يفرض أي نظام معين للحكم النظام الحكم هو مدني ينشئه المواطنون ويطورونه بحسب إرادتهم وبحسب مصالحهم والدولة تقوم على عقد اجتماعي بين مواطنين أفراد وفي نهاية هذه الوثيقة يعلن المجتمعون التزامهم بمثاق الأمم المتحدة ولا سيما يسمونها بالتحديد يسمونه بالتحديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويقولون في نهاية الوثيقة نحن جزء من هذا العالم نطمح لمشاركة أرقى في هذا العالم لا نريد أن نخاف العالم ولا أن نخيف العالم ولا نريد أن نفصله عننا ولا أن ننفصل عنه إذن وما هو زهرة لافت في هذه الوثيقة أنه أنا حاليا في طور تحضير بحث تربوي حول التربية في لبنان ولسيمية تعليم التاريخ وقد وقعت على وثيقة للمقاصد لجمعية المقاصد نفسها في العام 1981 وماذا تقول؟ تتمحور حول نقطتين مهمتين هذه الوثيقة 1981 أن هناك غزوا غربيا ثقافيا وكيف علينا أن نواجه هذا الغزو؟ بالأسلمة أسلمة المجتمع أسلمة الإنسان أسلمة التربية أسلمة التعليم هذا بال81 1981 في 2015 أي تقريبا 34 عاما تغير كل المزاج الإسلامي السني في لبنان من محاولة مواجهة العالم إلى القول أنا نجوز من هذا العالم من محاولة أسلمة المشوعة الإنسان للقول أنا الإنسان حر الفكر والأعتقاد تأتي عزيزتي الرئيسة وثيقة الأخوة الإنسانية لتتوج هذا المسار من التغير الفكري في الفضاء العربي طبعا لن أدخل في تفاصيل وثيقة لأن أستاذ دييغو ساريو قد عرض لوثيقة الأخوة الإنسانية بإسهار إلا أنني أنتهي بخلاصة بدقيقة واحدة سيدتي لأقول أنه لافت جدا عودة محور أو عودة هذا اللقاء ما بين القاهرة وبيروت الساعة لتأصيل عدد من المفاهيم الحداثوية في منظومة الفكر العربي هل نحن أمام حركة تجديدية جدية لا أعلم إنما ما يعطينا الأمل هو انضمام أبو ظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة لهذا التوجه بما يعطي هذا اللقاء الإمارات لقاء قاهرة بيروت بعدا أكثر عابر للدول العربية وتأتي أيضا الإرادة الفاتيكانية التي تمثلت بوثيقة الأخوة الإنسانية لتعطي هذا المسار الأخوة الإنسانية بعدا عالميا وأنهي بثلاثة أسئلة قد تكون مفيدة لتفكرنا المشترك في هذا المؤتمر وتقوم هذه الأسئلة على التالي هل ستكون الأخوة الإنسانية شاملة أيضا لمن هم خارج دائرة الديانات الإبراهيمية وخارج دائرة الإيمان وأين نحن مسألة حرية الضمير سؤال اثنين هل سيتم تنظيم العلاقة ما بين الدين والسياسي في الدولة الوطنية الدستورية المنشودة في هذه الإعلانات وهل ستتمكن مجتمعات الفضاء العربي من بلورة شكل من أشكال العلمانية أو علمانية من عندنا أو دهرانية من عندنا متناسبة مع واقعنا المجتمعي سؤال رأم تليتي هل سيتم ترجمة مصار تأصيل الحداثة في حياتنا اليومية والسياسية والاجتماعية أكان على مستوى البناء الدستورية القانونية وكلكم تعلمون أن معظم دستير دول عربية تقول أن الإسلام هو دين الدولة والقوانين أيضا هي هناك قوانين تميز لصالح الديانة المسلمة أو لصالح المسلمين وكذلك هل سيتم ترجمة هذه الأخوة أيضا على مستوى البناء التحتية وأعني بها التربية ولسيما المناهج التعليمية في مرحلة مقبل الجامعية والمرحلة الجامعية بحيث تسلك هذه المفاهيم الحدثوية سبيلها إلى الأجيال الجديدة وإلى العقل الجمعي وإلى الوجدان الجماهيري وشكرا جزيلا لإسرائيكم اشتركوا في القناة